فيما لقمة المواطن اليومية باتت تحت مقصلة وقف الدعم وفيما يقترب الجحيم المعيشي أكثر لم تشهد حكومة الإنقاذ التي ينتظرها الخارج والداخل مخاض ولادة حقيقية بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعود إلى قصر بعبدة وفيما تتجه الأنظار إلى زيارة ثانية يوم الأربعاء يتفق المراقبون على أن عودة الحركة السياسية لم تحمل أي تقدم وهذا المتفقين عليه كمان لكل ضمنان اللي هو أنه ما نتحمل مسؤولية الانهير يعني هلأ مثلا بيني مسئلة الرفع الدعم عن طحين وشغلات منها النوع أنه هيك حكومة الدياب عم تاكل الكفوف خليها هي تاكل الكف أوكي اللي مع حكومة الدياب بيقول أنه هي مش مسؤولية واللي لا بده يحملها ما تريد كل اللي حصل فهني عارفين أنه هذا الانحيار النيار حتما وائع فأفضل شيء أنه نشوفها الدولة الثلاثة شهر أو الشهرين اللي من هلأ يسير في حكومة وقت مناسب فخلينا نقطعها تزخيم المناخات الإعلامية والسياسية مجددا بالاستحقاق الحكومي يراه البعض مجرد إيحاء بمناخ إيجابي يسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر فالخلاف مستمر بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحرج برام باسيل على تسمية الوزراء المسيحيين والثلث المعطل وليس من السهل على الحريري أيضا إشراك حزب الله في حكومة طرد المجتمع الدولي بما يتعلق بالمجتمع العربية الدولي فهو في مشكلة كبيرة مع إيدي حزب الله اللي طبعا هو عم يتصرف كأنه أفاصيل أكبر من لبنان أكبر من الدولة وعم يورد لبنان بهذه الأزمة الإقليمية أو تلك بطلب من إيران هذا الأمر هو طبعا عليه فتو لأن حزب الله ليس حزبا لبنانيا عادية مثل المستقبل أو العونيين أو كل سير الأحزاب فقط يشارك وبدو حصته حزب الله يسيطر على قرار لبنان العقد الداخلية والخارجية ثابتة على حالها أما غير الثابت فهو الانهيار الذي يتسارع بلا كوابح هل الأفريقاء السياسيون مستعدون لحسم الملف الحكومي قبل فوات الأوان الاقتصادي والاجتماعي والأمني لا مؤشرات تشي بذلك وفق خبراء فيما يبقى مصير البلد معلقا على مسار حكومي يناور في الوقت الضائع ليال خروبي اليوم بيروت